سماء إسطنبول تمطر شعراً عربية سماء إسطنبول تمطر شعراً عربية شعار رفعه المشاركون في ملتقى الشعر العربي الأول الذي نظم بحي الفاتح في قلب مدينة إسطنبول التاريخية القائمون على تنظيم الملتقى أكدوا أنه يمثل محاولة جادة للمشتات الأدباء والشعراء العرب في بلاد المهجر وأبقوا الباب مفتوحاً للمشاركة في الملتقى أمام كل الشعراء العرب سعياً لتكوين مدرسة شعرية عربية جديدة أثرنا أن نقوم بإنشاء جسم ثقافي أدبي عربي يعني يلم ويجمع هذه النخط الطيبة والكفاءات العلمية والأكاديمية والأدبية الإبداعية في بوتقة واحدة وقد أسميناها ملتقى الشعر العربي لما له من مدلول أدبي رفيع سبعة عشر شاعراً شاركوا في فعاليات الملتقى الأول عبر قصائد ترنمت بمعاني الحب والحنين للوطن والتعبير عما يختلج في نفوس العرب في الخارج من آلام الغربة والرجاء بغد أفضل لأمتهم العربية التي تشتعل الحروب والصراعات على اتساع خارطتها دمع العراقيين مختلف إن العراق مكانه الألف تخضر بالأحزان دمعته وتضاء من أوجاعه السدف الملتقى شهد كذلك إصدار كتاب ديوان العرب الذي يتضمن في إصداره الأول مئة قصيدة عربية اختارتها لجنة خاصة تابعة للملتقى مع وعد من المنظمين بطباعة إصدارات لاحقة تتولى نشر أعمال الشعراء العرب في المهجر ترجمة نانسي قنقر